أهلاً بكم في درس جديد من دور التعلم كيفية القيام بصدام الفيجوليزيشن والتعامل مع رسومات وذلك في لغة البرمجة بايثن عن طريق الصدام المكتبة الماتش باوتلي لا شك أن التعامل مع هذه الديتا البصرية هي أمور مطلوبة وهي أمور مهمة في أي بحث علمي ولكن أيضاً عندما أقوم مثلاً بإنشاء بحث علمي والقيام بابتكار خوار رسمية جديدة فلابد لي من مقارنتها مع الخوارزميات السابقة لذلك يجب علينا هنا أيضاً الاهتمام برسم الأيروز ورسم التباين والاختلاف ومدى الانحراف عن الديتا الأساسية لمعرفة مدى جدوى ومدى كفاءة هذه الخوارزمية الجديدة مقارنة مع الخوارزميات السابقة لذلك سوف نقوم في هذا الدرس بالاهتمام بالأخطاء والأيروز الناشئة مثلاً عن ريزولت معينة ونقوم بإستعراتها وطبعاتها ورسمها وذلك على أكثر من مثال فسوف نقوم بالتعامل مع ديتا منفصلة وأيضاً سوف أقوم بالتعامل مع مثال يمتلك ديتا مستمرة ومتواصلة إذا نرى كيف يعتم ذلك الخطوة الأولى دعوني أولاً مثلاً أقوم بتشكيل هذه الديتا فلنقول هنا مثلاً X تساوي سوف أقوم بالإستعانة بتابع ال-line space بالقيام بذلك مثلاً من الصفر إلى العشرين وذلك ضمن خمسين خطوة ومن ثم سوف نقوم بإنشاء ال-Y بالاعتماد على ال-X مثلاً لتكون مساوية لتابع معين ساين ولكن سوف أقوم بإضافة طبع التعديلات وذلك لجعلها لا تنتمي إلى تابع رياضي معين فنقول مثلاً قوم بضربها وذلك بسردام ال-random بقيمة معينة ودعوني مثلاً أقوم بإضافة إحراف معين d-y فليكم مثلاً مساين لقيمة معينة 0.5 وأقوم بإضافته إلى هذه ال-random فنقوم بجمعها في المحصلة إلى هذا التابع طبعاً هذه يجب أن تكون خمسين قيمة لكي توافق العدد هنا تمام إذا نراها بهذا الشكل إذا قلنا باستعراض ال-X وإذا قلنا باستعراض ال-Y وإذا أردنا التعام بالطباعة مثلاً بشكل مباشر فنقل block على ال-X وال-Y فنراها بهذا الشكل ولكن هنا هذه ال-Data سوف أقوم أيضاً باستعراضها أخذاً باعتبار هذا الانحراض والذي هو ال-D-Y لذلك سوف أقوم هنا بالرسم بالاعتماد على تابع يسمى ال-Arrow bar على ال-X على ال-Y نقوم برسمها ومن ثم نقوم هنا اعتماداً على ال-Y ونقوم مثلاً برسم ال-D-Y فنراها بهذا الشكل نراه هنا إذا قلنا بالتكبير كيف يقوم برسم هذه التبايوناء نسبة إلى هذه النقاط وإذا أردنا مثلاً بفصلها فنقوم هنا نقوم بإنشاء format وذلك كنقاط هذه هي النقاط الأساسية أما بالنسبة لهذه الحرافات فهي نسبة إلى هذه ال-D-1 بعوني مثلاً أقوم بجعلها ملونة بلون مغاية فسوف أقوم بجعل هذه النقاط ملونة بلون الأسواق وفي النسبة للون هذه الحرافات فسوف أقوم بجعلها مثلاً error 3 نساوي للون مثلاً grey فنراها بهذا الشكل وكلما قمنا مثلاً بتخفيض قيمة الحراف كلما أصبحنا قريبين من النقطة الأساسية وبهذا الشكل فسوف أكون منطبقاً بشكل مباشر على هذه النقاط وإذا قلنا مثلاً 9 نراها بهذا المظهر وهكذا وإذا نستطيع هنا القيام بإضافة بعض الإعدادات مثلاً إذا أردنا القيام بتحديدها وذلك نسبة إلى upper pound وال lower pound الحدود الدنيا والقصوى فهنا سوف أقوم باستغناء الكاب الصاج الخاص به مثلاً 0.5 فنرى هناك فقام بإنشاء هذه الحدود وهذه الكاب إذا قلنا مثلاً 1.5 فنراها بهذا الشكل مثلاً تمام وهكذا وهذه من المثل الشهيرة والمعكمدة في كثير من الأبحاث العلمية وإذا قلنا مثلاً قم هنا بزيادة الأحجام الخاصة بهذه البارز فقلنا error line width فقلنا مساوي مثلاً إلى ثلاثة فنراها بهذا الشكل وكلما قلنا بالتكبير نرى هنا الاختلافات وأيضاً في واقع الأمر التعامل هنا مع error ليس فقط على المحاور الشاقولية ولكن أيضاً إذا كانت مثلاً التجربة المعينة التي يقوم بها تعامل مع ديتا أوفقية وأستطيع قيام بالرسمها والتعبير عنها نسبة إلى هذه المعلومات وهنا بدأ القيام بصدام الواي error نقوم بصدام مثلاً الـ x error ونقوم بإضافة إنزياح و error نسبة للـ x مثلاً ليكون 0.4 ونقوم هنا بإضافته ليكون بهذا الشكل وكلما قلنا بتكبيره ترى هنا الاختلافات هذا بالنسبة للتعامل مع هذه الـ data المنفصلة أما لو كانت لدينا مثلاً data متصلة وسوف أقوم هنا بما يسمى regression أي تتبع هذه الـ data فالتعامل هنا سوف يكون أكثر تعقيداً لحد ما دعوني أولاً أقوم بالخطوة الأولى والتي هي إنشاء هذه الـ data سوف أقوم بذلك نسبة إلى تابع رياضي مختص في الـ Python عن طلب أعتقد الـ SQL لتابع الـ Gaussian فنقول هنا مثلاً from-sular وهنا Gaussian Process قوم هنا بالـ Import وذلك على Gaussian Process Regressor دعوني أتكد ربما هذه بهذا الشكل كما قوم بتوليدها ولا يوجد مشاكل الخطوة التالية دعوني أقوم هنا مثلاً بتعريب function وذلك نسبة إلى طريقة حديثة ومباشرة في الـ Python مثلاً عن طريق اللمضة فنقول هنا قوم هنا بإنشاء function معين والذي يساوي لامضة وهنا نقوم مثلاً بذكر الإدخالات والتي هي مثلاً x ومن ثم جسم التابع سيكون مساوي إلى x ضرب ثم معينة لتكون مثلاً كسان x بهذا الشكل فهنا إذا ردنا القيام بإصدامها فقلنا function فنعلم أن كسان الصفر يساوي الواحد وضربه بصفر يساوي الصفر بهذا الشكل أما إذا قلنا واحد فهنا كسان الواحد هي قريب للنصف وضربها بواحد هي أيضاً قريبة للنصف بهذا الشكل إذن بعدها سوف نقوم هنا بتوليد هذه الديدة نقوم x test وسوف نقوم بالاعتماد على بنية الأرى في الاستخدام وفي التغليف فنقوم مساوية لقياة معينة في تكون 1 4 8 12 17 مثلاً ومن ثم سوف نقوم بتوليد ال y test وذلك نسبة إلى هذا التابع نقوم هنا بإدخال x test فهنا إذا قمنا بإدخالها بهذا الشكل فسوف نقوم بحسابها نسبة إلى جميع هذه البرامترات لنرى نرى هنا كيف نقوم بتوليد هذه القيام جيد بعدها سوف نقوم بالتعامل مع القاوسيان ونقوم هنا مثلاً نقوم بإنشاء متحول قاوسيان ونقرسر وذلك من هذا التابع يعني نقوم بنسخه بالسرعة بهذا الشكل ومن ثم سوف نقوم هنا عند هذا القاوسيان قوم هنا بال fit ولكن هنا لإدخالها أعتقد يجب علينا القيام بتعامل مع نمط معين وإدخال خاص إذا قلنا بإدخالها بهذا الشكل فسوف تتولد مشكلة وذلك نسبة إلى نمط ال data لذلك هنا أعتقد إذا قمنا بجلب هذه ال data هنا وقمنا بإستراضها فيجب علينا القيام بتمليلها كل عنصر على حذاء كمصفوفة وذلك باستخدام هذا النمط أعتقد بهذا الشكل تمام فنقوم بنسخها ونقوم بوضعها في هذا المكان فتمت المعالجة دون أي مشاكل وبعدها دعوني أقوم بتوليد data مستمرة وذلك نسبة للx والy فلأقول هنا بداية أقوم بتوليد line space من الصفر إلى العشرين وذلك بخطوات صغيرة جدا يتكون مثلا ألف خطوة بعدها بالنسبة للy samples وأيضا مثلا قيمة إحراف معينة value سوف نقوم بجلبها من هذا ال Gaussian module ونقول predict وذلك نسبة إلى هذه السامبول طبعا نقوم بإدخالها بنفس الطريقة وهنا سوف نقوم بتفعيل خيار الرد وذلك الحصول على هذه ال value فنقول هنا return std يساوي true لنرى فهنا إذا قمنا بجلب هذه ال value تراها بهذا الشكل تمام وكذلك بالنسبة لل y samples ممتاز دعونا نقوم مثلا بالرسم فهنا الخطوة الأولى من لجل قيام بتحديد الانحراف وإنزياح سوف نقوم بتعيين d y samples والتي تساوي مثلا هذه ال value ولكن سوف أقوم بضربها بقيمة معينة لتكون 2 سوف نقوم هنا بالرسم سوف نقوم مثلا float نسبة لهذه text وال y لنرى فنرى هذه ال data مبدئيا بهذا الشكل وبعن هذه ال data سوف تكون مقطعة ولكن سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه samples المستمرة لنرى كيف يتم ذلك فهنا سوف أقوم بالتأكيد عليها أنها مقطعة بهذا الشكل نقاط لعنى أقوم بتروينها مثلا باللون الأسود ومن ثم إذا ردنا القيام برسم هذه وذلك نسبة إلى هذه sample ثم عن هذه PLT سنراها بهذا الشكل تمام سنرى هنا كيف أن هذه النقاط موجودة على هذه ال data المستمرة ولكن فعليا ما أحتاج للقيام برسمه هو مقدار الانزياح والتي هي ال dy samples نسبة إلى هذه المعلومات الأساسية للقيام بذلك سوف أقوم بالإستعانة بتابعة يسمى field between والذي من خلاله أستطيع القيام بتحديد هذه الانزياحات والانحرافات وذلك نسبة إلى ال upper found وال lower found الخاص بال y إلى الحد الأدنى والحد الأعلى من هذه ال y فهنا سوف نقول x samples y samples وأيضا y samples لنرى فنرى هنا كيف قام برسم هذه المناطر الموجودة والمحصورة ضمن هذه المعطيات ولكن فعليا أريد القيام برسمها وذلك بجعل هذه النقاط متوسطة لهذه المناطر وإذا أردنا معرفة المزيد عن هذا التابع هنا نستطيع القيام بالاستعلام عنه بهذا الشكل فنرى هنا كيف لدينا y1 الحد الأعلى وال y2 الحد الأدنى إذا هنا إذا أردنا القيام بالتعبير عن هذه الحدود فهنا سوف نقول نقوم بإغلاق هذه فهنا سوف نقول قم بتمرير ال y sample وقم مرة بطرح منها d samples بهذا الشكل وقم في المرة الثانية بإضافة إليها d y sample بهذا الشكل طبعا اللون الخاص بهذا البلوت يوافق اللون هنا في ال between لذلك سوف أقوم هنا بجعلها مختلفة فنقول مثلا قم بتلوينها باللون الأحمر فنراها بهذا الشكل وهنا قم برسمها وذلك نسبة إلى اللون الرمادي أو مثلا لون الرمادي الفاتح فنراها بهذا الشكل نرا هنا المعلومات الأساسية الأصلية باللون الأحمر والنقاط المحورية عليها الأساسية ثم ثم بالاستعانة بهذه النقاط وبهذه دات المستمرة قمنا هنا برؤية هذه الانحرافات وذلك نسبة إلى ال d y sample التي تمثل الحدود العليا والدنيا واذا قمنا مثلا بتكبير هذه القيمة سرى هنا كيف أن هذه المسافات وهذه المناطق سوف تكبر بهذا الشكل وكلما قمنا بتقليلها مثلا 1.3 نراها قريبا من المركز بهذا الشكل مثلا 0.2 لهذا المنهر فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم تعلمنا مفاهيم أساسية ومفاهيم مهمة جدا ومطلوبة في أي بحث علمي يتناول الخوارزميات الجديدة مبتكرة أرجو أن يكون الدرس قد نال أعجابكم وألقاكم في الدرس القادم سلام